السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتابعي قناة كوراسبورت اهلا وسهلا بكم في كل مكان فيديو جديد اخبار جديدة نتكلم فيها فقط عن النادي الاهلي بنرد عن الاكاذيب والاشاعات المغرضة اللي بيروجها المنافسين عشان كده الفيديو ده موجه لكل الاهلاوية فقط لو انت غير اهلاوي ما تتعبش نفسك ولا تتعب عصابك لان الكلام اللي هيتقال في الفيديو هيزعلك وهيزعلك جامد فبلاش تتفرج الفيديو موجه للهلاوية فقط ما تنساش تدعمنا باللايك عشان نوصل الى اكبر عدد من مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان اول حاجة نتكلم فيها في فيديو حلقاتنا النهاردة عن كابتن حسن حمدي وهل وكالة الاهرام للاعلام كانت تدعم الاهلي او تجامل الاهلي عشان خاطر كابتن حسن حمدي ولا لا كل الكلام دوت هنقوله خلال الفيديو بالنسبة لي في سنة 2011 نادي الزمالك عمل مزايدة على الرعاية لنادي الزمالك لمدة موسم واحد فقط ده بالتواريخ وبالادلة يعني ما بنجيبش كلام من عندنا ولكن احنا بنرد على الاكازين فقط في 2011 تقدم شركتين فقط وكالة الاهرام للاعلان ووكالة برومو اد الاتنين تقدموا في المزايدة ووصلت المزايدة لحد رقم 24 مليون جنيه بعد كده توقفت برومو اد وزود وكالة الاهرام زوده مليون فبقت 25 مليون جنيه في موسم واحد فقط حق الرعاية لشركة او وكالة الاهرام للاعلان في نفس السنة في 2011 عمل النادي الاهلي مزايدة على رعاية النادي الاهلي تقدم للمزايدة شركة ليدز للاعلان ووكالة الاهرام للاعلان ووصل المبلغ ما بين السناء والمزايدة ما بين السناء الاهرام وليدز ليه مبلغ 140 مليون جنيه في 3 سنين ليدز وقفت وكالة ليدز وقفت لحد مبلغ 140 جنيه ما زودتش ووكالة الاهرام للاعلان زودت مليون وحصلت على النادي الاهلي ب141 مليون يعني بمعدل في السنة او بمتوسط في السنة 47 مليون جنيه يعني الزمالك 25 والاهلي كان سبعة واربعين وده عروض السوق او حالة السوق في الوقت دوت العرض والطلب بس ما كانش الفرق خمس اضعاف زي مقانات نادي الزمالك او الاعلام الابيض بيدعي دايما ان الاهلي وكالة الاهرام للاعلان كانت بتدي الاهلي دايما افضلية وكان الاهلي بياخد خمس اضعاف اللي بيدفعوا وكالة الاهرام اللي بيدفعوا عليه نادي الزمالك فعشان كده نادي الاهلي كان بيجيب لعيبة وينجوم سوبرستار والكلام ده كله والزمالك ما كانش يبقى لا يدفع فلوس للعيبة بتاعته. ده اول حاجة في سنة 2011 افتكر بس الارقام ان الاهلي بياخد 47 والزمالك بيحصل على 25 مليون جنيه. طيب. في 2014 في 2014 رئيس نادي الزمالك جه اللي هو الحالي مرتضى منصور عمل عقد رعاية وبس مباريات الزمالك مع بريزنتيشن بعقد قيمته 86 مليون جنيه لاربع سنوات. اربع سنوات بالرغم ان وكالة الاهرام كانت مديها للزمالك 25. رئيس نادي الزمالك عمل عقد رعاية وبس المباريات ب86 في اربع سنين يعني بمعدل 21 مليون ونص سنويا وده مقابل الرعاية والبس. وطلع رئيس نادي الزمالك في الوقت ده قال واحتفل مع الجماهير انه قدر يزود عقد الرعاية عشان يوصل 50 مليون في السنة وده قيمة رعاية وبس. النادي الاهلي في الوقت ده كان رئيس النادي الاهلي هو المهندس محمود طار. عمل عقد رعاية في الموسم الجديد وقال هنبدأ الكلام من 200 مليون. 200 مليون. طبعا تقدم في الوقت ده للمزايدة شركة الاهرام ووكالة الاهرام وصلة. صلة حصلت على التعاقد والمزايدة ب250 مليون جنيه لمدة 3 سنوات ما يعادل 83 مليون جنيه في الموسم الواحد. بالاضافة لعقد حقوق بس تلفزيوني مع بقيمة 120 مليون جنيه في الثلاث سنوات يعني 40 مليون في الموسم. يعني النادي الاهلي حقوق الرعاية والبس بتاعته كانت 123 مليون جنيه في السنة مقابل 50 مليون جنيه في السنة لنادي الزمالك. يعني الاهرام ما كانتش موجودة ايه? بالرغم ان وكالة الاهرام للاعلان ما كانتش موجودة لا في مزايدة الزمالك ولا في مزايدة اه الاهلي الجديدة في عهد محمود طاهر او عهد مرتضى منصور. وبالرغم من كده لقينا الاهلي بيحصل على 123 رعاية وبس والزمالك بيحصل على 50. اذا الموضوع مش موضوع وكالة اهرام للاعلان ان هي بتساند حاسم حمدي او حاسم حمدي بيجامل الاهلي او الاهلي بيجامل الاهرام لا هي عرض وطلب. في سلعة اسمها النادي الاهلي تساوي 123 مليون في السنة. في سلعة اسمها نادي الزمالك بجمهاريته بكل حاجة تساوي 50 مليون في السنة. يعني بعد الاهرام وبعد ما انت اتعقدت مع شركة تانية وانا اتعقدت مع شركتين تانين خالص غير الاهرام عقدي فضل اعلى من الزمالك برضو ضعف الزمالك. تلف الايام ونوصل لاخر عقود تم ابراما للناديين في سنة 2018. في سنة 2018 شركة بريزنتيشن فازت بحقوق رعاية وبس الزمالك مقابل 400 مليون جنيه مقابل 4 سنوات. يعني 100 مليون في السنة الوحدة برعاية وبس. دي بريزنتيشن مش الاهرام عشان الناس اللي بتبكي وبتعمل مندبة وصياح وبكاء الى ان الاهرام هي اللي كانت بتبخز حق الزمالك. لا بريزنتيشن دخلت السوق وكالة الدنيا ودتك 100 مليون في السنة الوحدة. في نفس الوقت النادي الاهلي عمل عقد رعاية لمدة اربع سنوات مع بريزنتيشن ايضا ولكن مقابل 530 مليون جنيه. يعني بمعدل 130 مليون في السنة الوحدة ده اربع سنين. وهي كمان حصل بريزنتيشن على حقوق بس مباريات الاهلي مقابل 400 مليون جنيه في الاربع سنين يعني 100 مليون جنيه. يعني حقوق الرعاية والبس 230 مليون للاهلي في السنة الوحدة. والزمالك والزمالك 100 مليون في السنة الوحدة. برضو الاهلي ضعف الزمالك. والسبب مش لان وكالة الاهرام مفيش وكالة الاهرام اصلا. الراعي هنا هو الراعي هنا. رعي الزمالك هو بريزنتيشن. رعي الاهلي هو برضو بريزنتيشن. فما تجيش تتحجج وتتلكك وتقول أصل الأهرام كانت بالجامل النادي الأهلي فالنهاردة ده ردنا على كل الأكاذيب اللي بتطلع بخصوص وكالة الأهرام للأهرام الكابتن عادل القيعي أو المهندس عادل القيعي وضح النهاردة كيف استفاد الأندية أو المنافسة للنادي الأهلي من التحكيم وأن النادي الأهلي سليب وصرخ منه ست بطولات أفريقية متنوعة بسبب الحكام الأفرقى وفساد الحكام الأفرقى أول هذه البطولات كانت في أمام أشانتي كوتوكو في 1993 عانى النادي الأهلي وتعرض للزلم والفجر التحكيمي في سنة 1993 وحرم في نهاية 1993 من دور أبطال أفريقي أمام أشانتي كوتوكو كانت لو كان الأهلي حصى على البطولة دي كان هي بيقولك التسعة أكبر ولا التمانية أكبر في مباراة السوبر 94 أمام الزمالك في جوهانسبيرج كلنا شفنا الفضيحة التحكيمية بدل ما بطرد لعب الزمالك إمانول أمونيكي في المباراة بلف بطرد محمد يوسف اللي اتضرب أصلا من إمانول أمونيكي وبحول الدفة كلها لصالح نادي الزمالك حتى الهدف اللي الزمالك جابه في المباراة كان من رمي التماس أساسا الكرة طلعت والراجل كمل ولعب وقال لك يلعب بليه قونه وكمل ورح جابه الجون بتاع عيمان منصور وفاز الزمالك بهدف نظيف والحكم بيتروس ماتيبيلا اتقبض عليه وتم منعه وحرمانه من التحكيم نهائيا مدى الحياة بسبب الفضايح التحكيمية والرشاوة اللي حصل عليها واللي كان من ضمنها مباراة السور من ضمن الفساد التحكيمي أيضا والفجر والعهر التحكيمي مباراة الأهلي والترجي التونسي بس قبل ما تكلم على الأهلي والترجي التونسي نتكلم على الأهلي والنجم السحيلي في 2007 مباراة النهائي في سوسا في النجم السحيلي في تونس برب الجزاء يشوفها الأعمى ولكن الحكم كوفي كوجة كان له رأي آخر في المباراة ودى انظار لمحمد بركات وحرمه من المشاركة في مباراة الاياب محمد بركات كان واحد من المثلس الزهبي اللي نادي الأهلي في هذا التوقيت محمد بركات أبو تريكا وقدامه مباراة الحربة عماد متعب وتم حرمان الأهلي من ضرب الجزاء كان ممكن تكسب الأهلي في سوسا بهدف نظيف المباراة تقت بالتعادل السلب بالمناسبة وفي القاهرة ربنا بعت لنا العرجون العرجون اللي عمل فضيحة تاريخية في مباريات كورة القدم الأفريقية بعدم احتساب ضرب الجزاء للنادي الأهلي طرد عماد النحاس كل الحاجات دي أثرت في المباراة وخسر النادي الأهلي وضرب الجزاء لابو تريكا وضرب الجزاء لقناوي وخسر النادي الأهلي في المباراة دي بسبب فجر الحكم المغربي اللي كان موجود في المباراة كمان الأهلي في سنة 2009 في نصف نهاية دورة أبطال أفريقيا الخسارة أمام نادي الترجل تونسي فرادس بهدف مايكل اندرامو هدف اليد الشهير وطرد محمد بركات في المباراة بسبب الحكم الفاسد الفاجر بكاري جسامة اللي حرم الأهلي من الوصول للنهائي في سنة 2009 بالإضافة ل2017 وحرمان الأهلي من ضرب الجزاء لصالح وليد أزارو في ملعب برج العرب ده برضو أثر على النادي الأهلي وخسر النادي الأهلي المباراة النهائية أمام الوداد المغربي في المغرب الزمالك استفاد من غياب الأهلي في المشاركة في أفريقيا وحقق خلال الفترة اللي الأهلي غاف فيها سبع نقاط منها نقطة لمباراة السوبر الأفريقي وست نقاط بسبب غياب الأهلي عن المشاركات الأفريقي ده ردنا على جماهير نادي الزمالك ما تنساش لو أنت أهلاوي اضرب اللايك الجميل عشان نوصل لأكبر عدد من مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان شكرا لكم السلام عليكم